فإذا لماذا وين بتروح بعيد في هالموضوع إذا المسيح هو الراع الصالح اللي عبر بكل وضوع عن جلال لهوته وإذا المسيح هو اللي قام في العمل اللي ما قام فيه أي إنسان لأنه كل إنسان خاطئ والفادي لازم يكون شخص كامل بكفر عن خطايا البشر وبنفس الوقت يستطيع أن يرضي ويوفي المطالب والعدالة الإلهية اجتمعت في شخص واحد في يسوع المسيح العدالة والرحمة المحبة والقداسة في شخص واحد لأنه بحبك لا يريد أن يهلكك لأنه واضح الكتاب يقول أجرة الخطيئة هي موت أما هبت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا أحبائي مكتوب في إشعياء 53 كلنا كغنى من ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا المسيح تحمل شتى العزبات وخطيئة الإنسان في جسده حتى يعطيك البر حتى يمنحك البركة حتى يعطيك الكمال بكماله حتى تحصل على الحياة الأبدية حتى تحصل على الضمان الأبدي يسوع المسيح هو ينبوع الحياة هو تدفق هذه الحياة هو مصبق هذه الحياة المسيح يسوع هو حياة الحياة ذاتها فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي قال يسوع المسيح أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي لن يموت إلى الأبد الصارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا قال يسوع أيضا أنا هو الراعي الصالح ومكتوب خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأعطيها حياة أبدية واستمر قائلا ولا يقدر أحد أن يخطفها لا يقدر أن يخطفها أحد من يدي